بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله يسعدني أن أكون معكم لتأثير فعالية المؤتمر الوطني المؤتمر السادس الوطني للتواصل الصحي تحت شعار ذا السكري من أجل رعاية صحية أفضل المداخلات اليوم ستكون حول اعتلال الكيلة السكري الذي يشكله سبب رقم واحد مغربيا وعالميا للفشل الكلوي المزمي مداخلاتي ستكون على الشكل التالي سنعرف اعتلال الكيلة السكري سنتطرق التطور المرض وكذلك المضاعفات المرتبطة بالمرض الكيلة السكري ثم العلاجات المتاحة خصوصا الجديدة منها وأخصو بذكر متبطات SGLT2 مع النتائج المبهرة التي أظهرتها الدراسات الأخيرة قبل الختم كما هو معلوم يعد مرض سكري سبب رئيسي للإصابة بالفشل الكلوي النهائي عالميا حيث يشكل عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والشارعين يشكل مصدر قلق كبير على الصحة العامة بالإضافة إلى تدعيته على الاستواج السماعي والاقتصادي الخطير في الأمر أنه يتزيد انتشار أتيلة للكيلة السكري بشكل مضطرد هذه الملاحظات أطباء الكيلة وهذا التزيد يأتي بالتزامن مع تزيد عدد المصابين بمرض السكري في العالم كما شارت الأستاذة دامون زيادة السمناء والخمول الذي سدنامت الحياة حيث تشير التنبؤات إلى ارتفاع عدد مرض السكري في غدون 10 سنوات المقبلة تقريبا ما يناهز 100% إذا لا لاحظنا شمال إفريقيا أن العدد سيرتفع بمئة في المئة في غدون سنة 2035 حاليا آخر إحصائية كنا في مليونين في 2019 غالبا العدد سيصبح أكثر من أربعة مياليين في غدون 10 سنوات مما سيرافقه حتميا ارتفاع عدد مرضى اعتلال الكيلة السكري يمكن تعريف اعتلال الكيلة السكري بوجود بلا ألبومينية مستمرة أحيانا ارتفاع ضغط الضم مع تدهور وظيفة تصفية الكيلة في وجود مرضى السكري عادة في غياب أي تغيير في رواسيب البول ومما يظهره قيمة البيلة الألبومينية وتأثيرها على تدهور الكيلة هو أنه تم إقهامها في تصنيف العالمي الجديد لفئة مرضى الكيلة المزمن وبناء عليه يصنف المرضى الكيلة المزمن وبناء على فئة معدل الترشيح الكيلوي على اليسار وفي درجة فئة البيلة الألبومينية هذا هو تصنيف المعبول به حاليا فيما يخص مراحل تطور مرض الكيلة السكري فإنها تتشابه بالنسبة للصنف الأول والثاني في كثير من الجوانب مع بعض الاختلافات بالنسبة للصنف الأول من السكر المرحلة الأولى هي مرحلة عند تشخيص تتميز بفرط ترشيح الكوبيبات ومضعمها تضخم حجم الكيل المرحلة الثانية بين سنتين إلى خمسة سنوات معروفة بالمرض الصامت مع بيلة الألبومينية بين 30 و 300 ميلي جرام المرحلتين الأولى والثانية قابلتين للعلاج إذا تم الشروع في العلاج والتحكم في مستويات السكر في وقت مناتي المرحلة الثالثة من خمسة العشر سنوات وهي المرحلة الأكثر شيوعاً مع ظهور بيلة الألبومينية بين 30 و 300 ميلي جرام ضغط الدم أحياناً عادي غالباً مرتفع وتاليها المرحلة الرابعة وهي مرحلة الأعراض السريرية حيث يفقد المريض تقريباً خمس ميلي لتخ باغ في الدقيقة السنة من معدل ترشيح الكوبيبي وهذه المرحلة معروفة بارتفاع ضغط الدم وفشل كلاوي وبيلة الألبومينية مرتفعة والمرحلة الخامسة المرحلة بدون أمل في العلاج هي المرحلة للفشل كلاوي النهائي بالنسبة للسكاري من نوع الثاني تتطور المضاعفات الكلاوية بشكل عام بنفس الطريقة عند مرضى السكاري من نوع الأول الملاحظة المهمة أنه إذا لاحته في الأسفل ارتفاع خطر الوافاة بأمراض القلب والشارعين حاضر منذ بداية البيلة الألبومينية الدقيقة كيف يؤدي فرط السكر في الدم على الكيليا؟ أول نقطة هي تكوين المنتجات النهائية لإضافة القليكوز هذه المنتجات ترتبط بالكولاجين في الغيشاء الأساسي للكيليا مما ينتج عنه تضخم الغيشاء الأساسي وتكون التهاب وعوامل النمو الخلاوية النقطة الثانية ارتفاع إنتاج الجذور الحرة بسبب الإجهاد التأكسوتي بسبب فرط السكر في الدم النقطة الثالثة هي نقص إنتاج أكسيد النيتريت على الصعيد الوعائي مما يؤدي إلى تضيق الأوعية وتأثيرها على تدفق الدم عوامل الخطر لإصابة باعتلال الكيليا السكري نجد مدة الإصابة بالسكري مهمة ثاني نقطة بالنمو الأحمر سوء توازن في مستوى السكر أو ضغط الدم ثالث عامل وجود عالات حالة عائلية لإصابة بالفشل الكلاوي ورابع عامل علامات مخوامة الأمسلين وبالطبع التدخين تشخيص والفحص كيف يمكن تشخيص مرض اعتلال الكيليا السكري الأدوات سهلة وبسيطة ومتاحة تحليل البول مع قياس كمية الألبومين وحساب نسبة الألبومين في البول على الكيليا توقيت الفحص بعد خمس سنوات من تشخيص داء السكري رقم واحد ومباشرة في وقت تشخيص السكري رقم جوج يمكن إنجاز تحليل البول إذا كان سلبياً فيوجب إعادته كل سنة للتتبع انطلاقاً من تحليل البول ولسبة الألبومين في البول نتكلم عن تواجد عادي للألبومين عندما يكون أقل من 30 ميلي جرام في 24 ساعة بيلة الألبومينية دقيقة بين 30 و 300 ميلي جرام مرتفعة أكثر من 300 ميلي جرام وبروتيونية سريرية إذا فاقت التحليل فوق 500 ميلي جرام يتم معتبار مريض سكري مصاباً باعتلال الكيلية السكري عند وجود الألبومين كما ذكرنا من قبل أو انخفاض معدل ترشيح الكلاوي دون أن يكون مصاراً بأمراض أخرى حيث لا يعتبر فحص الكيلية المجهاري ضروري للتشخيص في بعض الحالات الاستثنائية نكون ملزمين بفعل الفحص المجهاري للكيلية عندما تكون مدة إصابة بدأس سكري أقل من 5 سنوات عند وجود كرية حمراء في البول زيادة سريعة في إفراز الألبومين في البول أو تدهور سريع للكيلية عند مريض حالة ومستقرة في نسبة السكر عدم إصابة شبكة العين خصوصاً في السكر رقم جوج أو عند وجود أعراض تشير إلى مرض باطني غير مرتبط بدأ السكر العلاج العلاج المرض يمر كما جميع الأمراض بالتدابير الصحية والغذائية كما سابق الدكر في المحاضرة الأولى ممارسة نشاط البدني بانتظام وتكيفه مع قدرات المريض 30 دقيقة يومياً على الأقل ثلاثة مرات في الأسبوع لحد من الوزن في حالة وجوزه داف الوزن التغذية الغنية بالفواكه والخضروات والنظام المتوسطي وتقنين استهلاك سوديوم من 6-3 مليات جرامات في اليوم كحد أقصى والبروتوينيات الغدائية كما تلاحظون أقل من الاحتياجات العادية للإنسان العادي بين 0-6 إلى 0-8 جرام لكل كيلو جرام موزن في اليوم بالطبع وقف التدخين والحد مستهلاك الكحول وضبط مستوى الدهون في الجسم باستعمال أدوية خاصة لهذه الغرض خاصة لستاتين تحكم في مستوى السكر في الدم يعتبر أمراً بالغاً للأهمية بالنسبة لنا أطباء الكيلي حيث يمكن التحكم الجيد في مستوى السكر من خفض 25 إلى 30% من كمية الألبيم المفرزة في البول كما يتراجع خطر الإصابة بالقصر الكالوين المزمين بالنصف تختلف خطات الإلاج حسب نوع المرض السكري وتشير أغلب التوصيات إلى ضرورة اتباع علاج مكتف لما له من فعالية في السيطرة على أدراء الكيلي وكذلك تقليل مضاعفات القلب والشرايين في مرحلة القصر الكالوين المزمين يصبح التحكم في مرض السكري معقداً شيئاً ما بسبب خطر نقص السكر في الدم وهذا راجع لتركم الأنسولين والأدوية مخفضة للسكر يهدف العلاج إلى خفض ليموغلوبين سكري إلى حوالي 6.5 إلى 7% في مرحلة البداية وفي مراحل متقدمة من المرض تعتبر قيمة 7.5% هدفاً مقبولاً النوع الأول غالباً يتحكم في السكر عن طريق المعالج المكتفة بالأنسولين ويمكن له علاج مبكر من تقليل الإصابة مضاعفات الأوعية الدموية الضخيقة بنسبة 35 إلى 90% ثلاثة حقونات من الأنسولين على الأقل في اليوم أو باستعمال مدخة الأنسولين بالنسبة لمرض السكر نوع الجوج كما هو معلوم هناك عدة أدوية لمراقبة نسبة السكر في الدم أهموها وأقدموها وأرخصوها مادة الميتفورمين التي لا زالت حاضرة في جميع التوصيات الحالية العالمية محفزات محفزات المترجمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صوت المترجمات لسفر سن م Laurie فأغرق شكرا للمشاهدة 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 التوصية العالمية للطب الكيلي صبت في نفس الاتجاه حيث توصي باستعمال الميتفورمين أولاً ومطبطات SGLT2 مشتركة مع الميتفورمين في حال عدم وجود نتائج جيدة الميتفورمين جليكي يتم إضافة محفزات الأنسولين لGLP1 نفس الشيء بالنسبة للتوصيات العالمية للطب الكيلي ميتفورمين زائد الأدوية الجديدة ويمكن إضافة أدوية مخفزة للسكر من بعد هذه الصورة اقترحتها التوصية العالمية للطب الكيلي حول طريقة الاختيار الأدوية مخفزة للسكر بناء على عدة عوامل نجد من هذه العوامل هل المريض مثلاً عنده مرض اعتلال الكيلي السكري هل المريض عنده فشل في القلب في عمل القلب هل الأدوية تمنها ضعيد هل المريض يعاني من خفاض حادث السكر حسب هذه العوامل يمكنه اختيار الدواء الأنسب العلاج تحكم في نسبة السكر والتحكم في ضغط الدم عاملين مهمين يوصى بخفض ضغط الدم إلى أقل من 130 إلى 80 مليمتر يفضل استعمال مطبطات نظام الرينين أنجوتونسين وتتميز هذه الأدوية بأتلال إيجابي على طباط تقدم ارتفاع البروتين في البول وتراجع معدل ترشيح الكوبيبي وأيضاً فيما يتعلق بالمضاعفات الأخرى المرتبطة بالسكر توقع تطور مرض الكيلي السكري يعتمد التطور الإيجابي بشكل أساسي على التشخص المبكر في مرحلة البيلة الأربومينية وقبل تطهور وظيفة الكيلي يمكن العلاج المناسب من وقف تطور المرض أما في مراحل متقدمة من المرض فيكون من السعب السيطرة على مستويات البروتين في البول وفي معظم الحالات يختصر العلاج على تباطئ تطور مرض الكيلي نحو الفشل الكلوي النهائي مرحلة القصور الكلوي النهائي أو الفشل الكلوي المزمن أدوية المتاحة يمكن تنقية الدم عن طريق الغشاء البريطوني تنقية الدموية عن طريق تنقية الدموية العادية زرع الكيليا أو زرع الكيليا أو البنكرياس في حالة المرض السكري رقم واحد وقاية هي أهم شيء في هذه المحاضرة يستجيب على المريض مراجعة فريق الرعاية الصحية بانتظام للسيطرة على المرض المعالجة الجيدة لمرض السكري تمكنهم الحفاظ على مستويات السكر في الدم وهذا قد يمنع أو يبطئ اعتلال الكيليا السكري والسيطرة على ارتفاع الدم ضغط الدم أو الحالات الضبية الأخرى تجنب تناول أدوية التي تحصل على المرض أغلب المرضى بدون وصفة طبية خصوصا مسكينات الألم ومضادة التهاب الغير ستيرويديا بالنسبة للمصابين باعتلال الكيليا السكري يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من مسكينات إلى التلف الكيليا وتأثيرها على التطور المرض المحافظة على الوزن الصحي والمثناء عن التدخين قبل الخاتم نذكر أن اعتدال الكيليا السكري يعتبر من أخطر مضاعفة مرض السكري ويستلزموا علاجا فعالا ومبكرا لتقدم الإصابة الكلاوية داء السكري هو السبب في الإصابة بمرض فشل الكلاوي النهائي في واحد من كل ثلاثة مرضى خاطئة عيلة للعلاج بالغسيل الكلاوي اختبار البول من أجل البيلال الببينية الزهيدة هو الاختبار الأقرب زمنيا والأفضل من أجل تشخيص مرض الكيليا السكري والعلاج الدقيق للعوامل الخطورة المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية هو الججء الأساسي لعلاج مرض الكيليا السكري حيث نتوفر على وسائل علاجية مهمة تمكنه من تحقيق هذا الأمر وتساعده أيضا في خفض معدل الوفيات وخاصة مرتبطة بأمراض القلب والشارعين كما أشارت أستاذ بويصار هناك بعض صور من حملات التحسيسية الطبية في مختلف التخصصات التي نظمت بالموازات مع المؤتمر الوطني مدة ثلاثة أيام ثلاثة مراكز مختلفة من جهات سوسمسا لا يفوتوني أن أشكر جميع المتدخلين ولا الجمعيات التي ساهمت في تنطيم هذه الحاملات التحسيسية لصالح هذه الفئة من المرض وشكرا